اشتركوا في القناة اتوجه اليكم جميعا بالشكر والتقدير لشعوركم العميق المفعم بالمسؤولية الوطنية التاريخية فكلما دعيه احد منكم في الايام القليلة الماضية لتحمل مسؤولية في الحكومة الا واجابه مقبلا صادقا غير مدبر او غير متردد انه جندي من جنيد تونس لمعصلة حركة التحرر الوطني والحرب ضد مفسدي الامس ومن التحق بهم في شبكات الفساد والاجرام قبلتم كلكم بهذه المسؤوليات مؤمنين ثابتين مرابطين من اجل غد افضل ينعم فيه كل تونسي وتونسية بالحرية وبالشغل وبالعدل وبالكرامة الوطنية وقد يقول قائل صادقا كان او من غير الصادقين ان هذا التحوير الوزري يأتي قبل موعد الانتخابات الرئاسية ببضعة اسبيع ولكن ليفرق هؤلاء الذين نستمع اليهم كل يوم وهم من المفترين الكاذبين ليفرق ويميز بين الدولة وأمنها القومي والسير العادي لدواليبها وبين الانتخابات ودواليب الدولة كما تلاحظون بدون شك تتعطل كل يوم ومن لا يزال في غيه وفي أضغاث أحلامه وفي نواياه الإجرامية يعمل على تأجيز الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة لأنه جبل على الفساد والإفساد بيعلم أن الدولة التونسية تستمر وتتواصل وأمنها القومي قبل أي اعتبار ولو اقتضت المصلحة الوطنية العليا للبلاد ادخال تحوير وزري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تم التردد ولو للحظة واحدة في أجراء مثل هذا التحوير فالوطن ليس كلمة خاوية جوفاء والتونسيون والتونسيات متمسكون بدولتهم معتزون بوطنهم مستمتون فالدفاع عن الاستقلال والسيادة دون نقصان ولو مقدار حبة من خردلي وقد كان تم الاختيار على عدد من المسؤولين في المستويات المركزية والجاوية والمحلية بناء على تعهدهم بالعمل على تحقيق اهداف الشعب التونسي ومطلب المشروع والعمر لا ينسحب على الجميع بطبيعة الحال هناك من عمل صادقا ثابتا مخلصا ولكن لم تمر سوا أسابيع قليلة بل أيام معدودات بعد تكليفهم ألا وانطلقت المنظومة من وراء السطار في احتواء عدد غير قليل منهم ونجحت في هذا العمل الحقير في الالتفاف وفي التوظيف وفي الاحتواء وتحول الوضع منذ مدة إلى سراعا بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة ما زال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة إلى الوراء وإلى جانبه هذا الوضع الذي تعلمون استمر استلام فكري بل تعمق وزاد استفحاله ولم يستوهم ممن فتحوا دور أفتاء في كل المجالات لم يستوهم هؤلاء أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأن الدولة التونسية تعيش في ظل دستور جديد أقره الشعب التونسي عن طريق استفتاء نظم في الموعد الذي تم تحديده وتم احترامه وإلى شانب الاستلاب الفكري والقلوني ظهر استلاب من نوع جديد بل هو نوع من الموت السريري أدى بعدد من المسؤولين إلى الاعتقاد بأنهم يمارسون اختصاصاتهم كما كانت قبل وضع دستور الخامس والعشرين من شعر جوليا من سنة اثنتين وعشرين والفين فغاب الانسجام المطوب وتشكلت داخل أجهزة دولة مراكز وهو أمر يقتضي الواجب وتفرض المسؤولية وضع حد فوريا له ولينظر الجميع اليوم في نص دستورنا الحالي أن الوظيفة التنفيذية يمارس رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة فالوزير هو للمساعدة وليس وزرا أو يمكن أن تكون له اختيارات خارج الاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية ومن مظاهر تعثر السير الطبيعي لدواريب الدولة في المساويين الجاوي والمحلي عدم تحمل عدد غير قليل للأسف من المسؤولين لواجباتهم بل أغلق الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم والسعي إلى إيجاد حلول لمشاكلهم ومن الأمثلة وعذا قليل قليل من كثير غيظ من فيض ما يتم تلقيه من شكاوة كل يوم بالعشرات من تونس ومن خارج تونس كان من المفترض أن يقوم هؤلاء الذين تولوا المسؤولية في المستوى الجاوي وفي المستوى المحلي وفي الخارج مسؤولياتهم كاملة لكن للأسف حينما توله بعضهم السلطة أخذت العزة بها ووضع أبوابا وأقفالا أمام المواطنين وحصل في عديد المرات حين يتم قطع الماء أنتد أقل بالليل وفي الفجر مع عدد من السلط الجاوية والمحلية لأنبه إلى أن الماء تم قطعه في تلك المنطقة فيجيب لهذا أن لم يكن نائما أنه لا علم له بذلك وتتدخل عديد الأطرف الأخرى لإعادة الأوضاع إلى نصابها وحينما تحولت إلى بعض الولايات لم يكن أحد المسؤولين الجاوين يعرف المعتمدية التابعة لولاياته ولم يكن أحد المسؤولين المحليين يعرف القرية التي توجهت إليها ولولا أعوان الحرس الوطني الذين مكنون من الوصول إلى تلك القرية بنائها لما وصلنا إليها جدير بالمسؤولية وتم التنبيه إثر التنبيه والتحذير تلو التحذير ولكن الجواب التقليدي الجاهز الذي مجدت الأسماع ولم يعد يقبل به أي مواطن هو أنه سيتم تشكيل لجنة هذا إذا تشكلت وبعد تشكلها تقوم اللجنة بأعمالها لتنشئ لجنة جديدة واللجنة الثانية تعقبها في كثير من الأحيان لجنة ثالثة والمواطنون يعانون البؤس والفاقة والحرمان ثم أن الأموال مرصودة والمشاركة فالطريع مفقودة فالتحوير اليوم ضروري لأنك لو نارا نفخت فيها أضاعت ولكن أنت تنفخ في الرماد فلابد من إزالة أقداس الرماد لما أستأخر اللحظة كما لم أستقدمها بل كان تأنياً وصبراً وآلماً قال تعالى أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صبرت وصابرت والله ولي التوفيق كان العمل المضمئ في ذن منظومة عملت على إجهاد الثورة ووضعت على مقاسها نظاماً ليذفي شرعية وهمية سورية على من استولى على الثورة على هذا الانفجار الثوري غير المسبوق وكان الهاجس الأكبر خلال كل المدة الماضية هو أن لا تسيل قطرة دم واحدة لأن هناك من كان يهدد بإشعال حرب من أهلية فأقول لكم تذكرون ذلك هذا فضلاً عن الأزمات المتتالية المفتعلة في أغلبها في كل قطاع وفي كل يوم تقريباً لتأجيز الأوضاع وكان هذه المنظومة توجه رسالة مفتوحة مفادها الشعب يريد أما نحن فنفعل ما نريد ولكن أن لهم أن يفعلوا ما يريدون لقد تحول الوضع اليوم بلا سرع مفتوح بين الشعب التوريسي المسر على التحرر وعلى العدالة وعلى الحرية وعلى مقاومة الفساد وجهات مرتمية في أحضان دوائر خارجية تمني نفسها بالعودة إلى الوراء هذا إلى جانبه التحديات والحمد لله تم رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بناء على اختياراتنا الوطنية ولو أريد أن أدخل في لغة الأرقام ولكن مخزون البنك المركزي من العملة الأجنبية ويكفي من وصفة العملة الصعبة عملة أجنبية دائما صعبة باللغة الفرنسية ديفيز لماذا صارت باللغة العربية صعبة دائما صعبة هي تدل على نوعا من الاستناب الفكرية الذي تحدثت عنه تحسر نسبة النمو ارتفعت بنسق بطيء نتيجة بهذه الأوضاع التي يجب وضو حد لها هناك نجحات ونجحات إن شاء الله قادمة بناء على اختياراتنا الوطنية وليس بناء على أي أملاءات خارجية لن نقبل بها أبدا فليقلب الكثيرون صفحات الدستور وليقرأوا التاريخ جيدا ليقرأوه جيدا ليقرأوا صفحات ألقى بها الشعب التونسي في مزبلة التاريخ ومن كان يعتقد أنه يستطيع إرباك الشعب التونسي من الخارج عن طريق الرجيفي والأكذيب والأدعاءات فليعلم أيضا جيدا أن الشعب التونسي أظهر من النضج والوعي ما يكفي لإحباط مؤامراتهم سنواصل العمل إن شاء الله ثابتين صامدين مرابطين ولا نتراجع إلى الوراء أبدا عاشت تونس حرة مستقلة أبدا الظهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة